مشاهدين للمزيد من أخر تطورات الميدانية والعسكرية ينضم إلينا من محور الخازر زميل يوسف المندلاوي يوسف أهلا بك معنا إذن بالإضافة إلى ما ذكرت في هذا التقرير ضعنا بصورة المستجدات من مختلف المحاور التي تقاتل فيها القوات العراقية لو سمحت نعم حيدر مساء الخير يعني كما جاء في التقرير هناك نوع من الهدوء الذي يسود أو تسود المناطق المحررة في الساحل الأيمن في جبهات الشمالية والشرقية والغربية فقط ما أريد أن أوضحه في البداية هو أن قوات مكافحة الإرهاب اليوم يعني ورد بشكل غير مقصود أن قوات مكافحة الإرهاب لم تحرر الحي العربي من حرر الحي العربي هي قوات الجيش في المحور الشمالي اليوم كان هناك تصريح لأحد قادة هذه الفرقة قالوا أن قوات الجيش الفرقة السادس عشر هي من حرر هذا الحي وتم رفع العلم العراقي فوق مبانيه بالنسبة لقوات مكافحة الإرهاب الآن اكتفت بما حققته خلال الفترة الماضية ومهمتها انتهت بتحرير المناطق التي أوكلت إليها في تحريرها الآن تقوم بعمليات تمشيط وتنظيف المباني والشوارع في الأحياء التي حررتها من الألغام وكذلك من المتفجرات وتأمين حياة المواطنين في هذه المناطق بالنسبة لقوات الفرقة المدرعة التاسعة اليوم هي من قامت بتحرير قرية القوسيات وكما ورد في تصريح لأحد قادة هذه الفرقة أكدوا أن هناك العديد من القتلى وتم قتل العديد من القتلى في هذه المنطقة من عناصر داعش وتدمير الكثير من آلياتهم بالنسبة لقوات الشرطة الاتحادية الآن أيضا تقوم بعمليات تمشيط وتنظيف أيضا في المناطق التي حررتها في الجنوب الشرقي لمدينة الموصل هذه تقريبا هي أكثر ما حصل اليوم هناك أيضا قوات الجوية العراقية قامت بضرب الكثير من مناطق تجمع داعش طيران التعالف الدولي كان استهدف زوارق وسفن كانت تنقل ربما مقاتلين لتنظيم داعش من مناطق إلى أخرى ما معلوماتك عن استخدام تنظيم داعش لهذه الزوارق لربما الاختباء في المناطق التي لا تكون مرئية بشكل واضح هناك يعني عناصر داعش الآن ليست أمامها سوى أما الاستسلام للقوات الأمنية أو الفرار ما تقوم به الآن هو محاولات بالزوارق والقوارب للنجاة والنفاذ بجلدهم من هذه المناطق إلى ساحل الأيمن لكن بطبيعة الحال قوات التحالف طائرات القوات التحالف ترصد هذه التحركات وتقوم باستمرار بملاحقتهم وضربهم في هذه المناطق يعني ليس لديهم طريق آخر سوى الهروب عبر هذه واليوم تمكنت من قتل أكثر من 14 شخصا من هؤلاء العناصر الذين حاولوا الهروب من القوات الأمنية إلى ساحل الأيمن لو تحدثنا عن المدنيين في المناطق التي حررت بشكل كامل طيلة الفترة الماضية نحن نرصد هناك ربما معاناة يواجهونها من حيث البرد من حيث قلة التخصيصات والمساعدات وما إلى ذلك أوضاعهم الآن كيف بدأت؟ يعني أوضاع هؤلاء المواطنين حتى هذه اللحظة ربما لا تكون جيدة ما قامت به القوات الأمنية سواء قوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب هذه القوات حررت مناطقهم ولكن هذه المناطق يمكن أن نقول أنها منكوبة هؤلاء المواطنون بحاجة إلى مساعدة بحاجة إلى خدمات بحاجة إلى كهرباء بحاجة إلى قنينة الغاز كما سمعنا من أحد المواطنين الفارين أو النازحين قالوا أن قنينة الغاز تجاوزت الخمسين ألف اليوم ربما اقتربت من الخمسة وعشرين أو العشرين ألف دينار هذا يعني أن هذه سكان هذه المناطق ما زالوا يعانون وما زالوا يريدون المساعدة سواء من الحكومة أو من القوات الأمنية قبل أن أودعك بودي سؤالك أيضا عن الزميلين حميد زيباري ومساعد المصور ياسر سالم كيف بدت صحتهم الآن يعني في آخر اتصال بالزميل عبد الحميد زيباري يبدو أنه أجري له قبل ساعات عملية جراحية بعد أن كشفوا أن هناك كسورا في يده وفي ساقه وربما سيبقى في المشفى إلى حين يعود إلى صحته الكاملة أيضا هناك شضايا في جساده ربما تحتاج إلى بعض المعالجات لكن بشكل عام حالته مستقرة أما الزميل ياسر فغادر المشفى والآن هو في البيت ويعالج داخل منزله وبين عائلته نتمنى لكم السلامة جميعا زميل يوسف المندلاوي كنت معي من محور الخازر شكرا لك